بسم الله الرحمن الرحيم نكمل قراءة كتاب فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب الشارح محمد بن قاسم الغزي وصاحب المتن هو القاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهما في الدرين آمين في فقه السادة الشفعية ووقفنا على قوله فصل في موجب الغسل بعدما انتهى من المقصد الأول من الطهارة وهو الوضوء شارع في المقصد الثاني من الطهارة وهو الغسل فيقول الذي يموجب الغسل يعني ما يجعل الغسل واجبا لأن الغسل قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا هو يتكلم في الغسل الواجب هو الغسل لغة سيلان الماء على الشيء مطلقا هو طبعا من حيث اللغة الغسل أفصح عند علماء اللغة لكن عند الفقهاء الغسل يكون للنجاسة أو للقاذرات والغسل بالضم يكون لرفع الحدث نجاسة أو لغسل ثوب أو شيء من هذا الغسل لغة سيلان الماء على الشيء مطلقا يبقى من نقول هنغسل شيء يبقى لازم الماء يسيل عليه غير النطح النطح ترش الماء لأن احنا قلنا في إزالة النجاسة يجب فيها الغسل ما عدا بول الصبي اللذي لم يطمأ يطعم إلا اللبن فيها النطح يعني ترش بس يبقى النطح رش لكن الغسل لازم سيلان الماء ويس والغسل لغة سيلان الماء على الشيء مطلقا على الشيء هنا علشان يبقى أي شيء سوى بدن أو ثوب أو حتى جماد وشرعا لمعنى شرع ووسيلانه على جميع البدن بنية مخصوصة لازم هنا النية لأن الغسل الغسل ده يشتبه مع العادة يعني حتى غير المسلم بيغتغسل بيستحمى اسمه غسل برده فلأنه يشبه العادة فوجب فيه النية ويجب فيه نية الغسل لرفع الحدث مش الغسل مطلقا يعني ما يقولش نويته الغسل ويسكن لازم الغسل ده رفع الحدث بخلاف الوضوء لو قال نويته الوضوء مطلقا صحة ولكن يصح في التجديد ولا يصح في رفع حدث الوضوء إلا يقول نويته فرض الوضوء واضح؟ دي تفاصيل في النية عند الشفعية لأن الوضوء لو قال نويته فرض الوضوء خلاص نويته الوضوء مطلقا صحة على وجه تجديد الوضوء لكن لو قال نويته الغسل مطلقا دون رفع الحدث لا يصح لأنه قد يكون عادة واضح؟ فيبقى لازم يرفع ينوي فيه رفع الحدث شرعا سيلانه على جميع البدن بنية مخصوصة النية قلنا لي رفع الحدث طبعا هنا بنية مخصوصة يخرج منها يخرج منها غسل من غسل الميت غسل من غسل الميت لا يفتقر لنية لا أصد غسل الميت غسل الميت لا يفتقر لنية بل يستحب فيه النية ولا تجد يستحب فيه النية ولا أجد غسل الميت يعني غسل الميت ده واجب والنية فيه مستحب وده من الحاجات النادرة يقول لك لنا واجبا نيته مستحب لنا يعني كشفعية اللي هو غصل الميت واجب شرعا والني فيه مستحب ولنا واجب النية فيه مستحب ولنا واجب ولنا ولنا سنة النية فيها واجبة ولنا سنة النية فيها واجبة اللي هو الوضوء قبل الغصل من الجناب فالوضوء قبل الغصل من الجناب ده سنة النية فيه واجبة لأنه جزء من الغصل الواجب يبقى لنا واجب النية فيه مستحبة ولنا سنة النية فيها واجبة اللي هي سنة الوضوء قبل الغصل دي حاجات لطيفة كده بيحب الشفعية يسألوا فيها في الشفع أياما كانوا الشفعية متانعة لكن على أي حال من التفرقش كتير المم تعرفه فشرعا سيلانه أي الماء يعني على جميع البدن بنية مخصوصة فبيقول هنا والذي يوجب الغصل ستة أشياء لازم نحفظهم دول يبقى عندنا ستة أشياء تجعل الغصل واجب على كل مسلم ثلاثة يعني يختلط يعني ثلاثة يعني متساوي فيها الرجل والمرأة وتلاثة خاصة بالمرأة يبقى هم ستة في المرأة وتلاثة في الرجل لأنهم ثلاثة في الرجل يعني ما يوجب الغصل للرجل تلات حاجات لكن اللي يوجب الغصل في المرأة ستة حاجات اللي يوجب الغصل في الرجل والمرأة التلاتة الأولين اللي مشترك فيها الرجل والمرأة اللي هو الإلاج اللي يدخل الذكر حشفة الذكر في فرج آدمي أو في فرج المطلقا عشان يدخل حتى فرج الحيوان يبقى واجب الغصل والإنزال هو خروج المني والموت هذه الثلاثة دول اللي هم خاصين بالرجال والنساء ثلاث حاجات بس لا رابع على خروج المني التقاء الختانين اللي هو يعبر عنه بالإلاج والموت الستات بقى فيها حاجات خاصة بيها الحيض والنفاس والولادة يبقى البقين الحيض والنفاس والولادة دي خاصة بالرجال والنساء سهلة أي واحد يبقى حافظ الحاجات دي لأن دي أصلا بتميز المسلم عن غير المسلم لأن الأغسل دي حاجات خاصة بالمسلم أيضا لا يكلف الولي مسلمين وغسل الميت ده فرق على عموم الأمة وخبالك لكن الميت لو لم يغسل لا يسأل لكن يسأل القائم عليه لما لم تغسله فطالما فيها اسم يبقى واجب فالواجب هنا على ولي الميت وليس على الميت الوجوب هنا يكون على ولي الميت وليس على الميت لذلك لذلك في تفصيل يعني سور لطيفة أن يقول لك لو واحد لو واحدة أدخلت ذكر الميت في فرجها واجب الغسل عليها ولا يجب إعادة الغسل الميت إنه مش مكلم لكن واجب الغسل علي تفصيل سور يعني بتبقى إيه مجرد سور عشان تربي الحثة الفقه ولو لم تكن لها وجود في الواقع لكن في بعض التصرفات الشاذة بتسمع عنها يبقى لها وجود في الواقع يعني إحنا بنسمع عن بعض الناس كنت قارد حاكسة في أمريكا كان رجل يخطف الستات يقتلهم ويغتسبهم هم ميتين مش يزوث عنده حاجة شاذة غريبة مرض نفسي غريب يعني يشتهي المرأة وهي ميت ولا يشتهي وهي حي شيء عجل أو ده لو مسلم يجب عليه الغسل بره تيمتني إزاي مش نقول إنها ميتة المهمة هنا احنا نقولنا إيه الذي يوجب الغسل ستة أشياء ثلاثة منها تشترك فيها الرجال والنساء طبعا الرجال يعني كل ذكر يعني حتى لو صابي أدخل ذكره في فرج صابي لم يبلغ ويجب عليه الغسل ويجب عليه الغسل يمتني ما يمتني إزاي تشترك فيها الرجال والنساء وهي التقاء الختانين طبعا يجب عليه الغسل أين فلما يبلغ لأنه لسه مش مكلب في الصورة اللي أنا قلتها لك هو مش مكلب لكن يجب على المرأة لو كانت بلغت بره ده كانت صبية بره لا يجب على الرسل إلا إذا بلغت لأنها بلغت على جنابة بلغت وهي على جنابة وهو بلغ بره وهو على جنابة حتى ولو لم ينزل تشترك فيها الرجال والنساء ويالتقاء الختانين ويعبر عن هذا الالتقاء بإلاج الإلاج اللي هو الإدخال يعني والتقاء الختانين اللي هو موضع تختين الرجل من موضع ختان المرأة اللي هو البزر يعني بزر المرأة بيبقى عليه قلفة برضو أو تقطع الجلد تشبه القلفة أو القلفة التي على حشفة الرجل فلو التقى موضع ختان الرجل من موضع ختان المرأة يعني ليس بالممسة بل بالإدخال لأن لو مسها لا يجب الغسل الغسل يجب بالإلاج يعني تغييب الحشفة في فرد يعبر عنه بالإلاج والإدخال ويعبر عن هذا الالتقاء بإلاج حي واضح غيب حشفة الذكر منه أو قدرها طبعا كلمة حي دي ممكن قبلها للمناشر نقول مش شرطي بها حي لأنه لو واحدة أدخلت ذكر ميت فيه فرجها واجب عليها الغسل كده بردو يعني ممكن قبلها للمناشر فيها الثور ممكن تخرج كلمة حي بإلاج حي واضح واضح عشان يخرج الأنسى المشكل الأنسى المشكل اللي هو عنده أعضاء الذكورة وأعضاء الأنسى عنده الاثنين سواء بسواء واضح غيب حشفة الذكر منه أو قدرها طب يفرد هو مقطوع الحشف لما بيتهروه أطعوله الحشف يبقى قدر الحشف أدخل قدر الحشف أو قدرها من مقطوعها فيه فرج شوف فرج مطلقا يبقى أي فرج سواء قبل أو دبل سواء كان ذكرا أو أنسى سواء كان حيا أو ميتا سواء كان بهيما أو إنسي أو حتى جني في سورة إنسان كل ده يوجب عليه رغوز واضح؟ على شكل أهلك في فرج سكن التنوين هنا التنوين والتنكير للتعميم ليعمم أي فرج ويصير الآدم المولج فيه جنوبا بإلاج ما ذكر يبقى هو يبقى يبقى واجب عليه الغسل اللي هو أدخل واللي أدخل فيه أيضا يجب عليه الغسل ويصير الآدم المولج فيه جنوبا بإلاج ما ذكر أما الميت فلا يعاد غسله بإلاج فيه ولا بإلاج به واضح؟ وأما الخنس المشكل فلا غسل عليه بإلاج حشفته في نفسه يعني يعني هو أخذ عضو الزكري وأدخل فيه فرجه اللي هو فرج الأنسى اللي فيه ما يجبش عليه الغسل لأن عادة الإنسان لا يتلزز ببعضه واضح؟ فلا غسل عليه بإلاج حشفته ولا بإلاج في قبله ولا بإلاج أي حاجة في قبله برضو لأنه هو مش عارفين هل هو أصلا أنسى ولا ليس أنسى لكن على أي حال السور دي ندرة لأن قبله برضو للمناقش هل تدي قبله للمناقش؟ يعني ممكن بعض الفقاء يقول لك لأ طالما أولج في قبله فالقبل اللي عنده ده يعتبر فرج فبعض اللي عنده ما يقول لك نحن مش متأكدين أنه فرج وفي بالك ده يمكن يكون ندرة ندرة في الجلب وليس فرجا ممكن ندرة داخلية كده لكنها مزدودة وفي بالتالي تحتاج لمناقشة وإنزال المني إنزال المني ده بغض النظر عن أنه هو أولج أو لم يولج باشر أو لم يباشر يعني احتلم مثلا وهو نائد أو وهو قاعد نظر بشهوة فأنزل أو تذكر فأنزل كل ده يوجب الغسل بالإنزال مطلقا بخروج المني عشان كده لو وجد في ثوبه منيا ولا يذكر احتلاما وجب عليه الغسل إن مجرد خروج المني يجب الغسل ولو ذكر احتلاما ولم يجد ماءا لا يجب الغسل واضح يعني لو هو استيقظ وذكر أنه احتلم في المنام ففتش في ثوبه لم يجد أثر مني لا يجب عليه الغسل لو لا يذكر احتلاما ففتش في ثوبه وجد أثر مني وجب عليه الغسل لأن الغسل يجب بخروج المنئي وإنزال المنئي طبعاً هنا إنزال المنئي لازم يكون بشهوة يعني وأحياناً يبقى لو كان على سبيل المرض يبقى هذا لا يجب عليه الغسل عنده ثلاث مني لا استهلاً ده شغلان تاني لأنه بيجيب صديد ده مش ماني ده بيجيب صديد يعني مثلاً في بعض الناس عنده حاجة اسمها إيه قصف داخلي قصف بدل ما يخذف لبرة يخذف للمسانة كنت إزاي في المسانة بتاعته فده لا يجب عليه الغسل بينزال المنئي إلا إذا أولجه يبقى يجب بالإلاج لكن لا يجب بخروج المني لأن المني لم يخرج واضح؟ خلاص يبقى ما يوجبش الغسل هذا الكلام ده لو لم يولج واضح؟ طالما ما خرجش المني لا يجب عليه زي برضو المرأة التي جاء معها زوجها وهي نائمة مثلاً فلم تشعر بأي شهوة ثم قامت فاغتسلت ثم بعدما اغتسلت وجدت مني خرج من فرجها لا يجب عليه إعادة الوصل لأن المني ده ده مني مش بتاح لكن لو كانت جاء معها متيقزة فشعرت بشهوة فاغتسلت ثم خرج المني ربما يكون منيها معك واجب عليه إعادة الوصل الصورة دي فاتبقى لك يبقى وإنزال المني بيقول ومن المشترك أيضاً إنزال أي خروج المني من شخص بغير إلاج وإن قل المني كقطرة ولو كانت على لون الدم المهم بمني وخلاص لأنه ممكن لو عنده التاب في البرستطة ينزل أو الوصل المنوية ينزل المني مدمن ولو كان الخارج بجماع أو غيره في يقظة أو نوم بشهوة أو غيرها من طريقه المعتاد أو غيره فأن انكسر صلبه فخرج منيه ومن المشترك أيضاً الموت ويستسنى الشهيد لأن الشهيد عندنا عند الشفاية شهيد المعركة شهيد المعركة اللي هو شهيد الدنيا عندنا احنا شهيد دنيا وشهيد آخرة وشهيد دنيا وآخرة الشهيد عندنا ثلاث أنواع من حيث أحكامه شهيد دنيا شهيد دنيا يعني نعمله معاملة الشهيد في الدنيا اللي هو مات في حرب مع الأعداء مع الكفار مقبل غير مدبر بسلاح الكفار يبقى ده مات شهيداً أو مات في حرب مع الكفار في عمية عمية يعني ايه؟ يعني ضرب كده مدروب محدش عارف جاي منين بقى صابته شازية مات بردو ده شهيد لأن حرب مع الكفار ولو كانت هذه الشازية جاية من من السلح المسلمين واخد بالك يبقى ده بردو شهيد دنيا نعمله معاملة شهيد الدنيا وقد يكون شهيد آخرة قد على نيته بقى إن كنه يبقى شهيد في الآخرة دي مسؤولة دي مسؤولية النية لا يعلمها إلا من يطلع على النواية اللي هو رب العالمين أو النبي لأن النبي كان ربنا ويطلعه على النواية لدرجة أن يقولوله ده شهيد يقولهم ليس بشهيد وعارفين القصص في المعارك كتير أتاع النبي صلى الله عليه يقول لك ده مثلاً كان غلى في غنيمة والتاني كان يقاتل من أجل حمية وأوشيء من هذا فيبقى شهيد الدنيا أحكمه في الدنيا نعمل في إيه؟ اللي هو مات في حرب مع الكفار مقبل غير مدبر نعمل في إيه؟ لا نغسله ولا نصلي عليه ونكفنه في ثوبه عشان كده نقول شهيد الدنيا ليه؟ لأن في أحكم متعلقة بيه يكونوا بقى شهيد آخر الله أعلم مش كل بقى واحد الوقت يطلع يقولوا عليه شهيد غلط غلط ما نقولش عليه شهيد في الآخرة نقول عليه شهيد في الدنيا ما عليش ممكن يحتمل شهيد من شهداء الدنيا يحتمل لكن شهيد يقيناً في الآخرة لا يعلمها إلا الله لأن الشهيد في الآخرة دي مقام يعتمد على النية والنية لاتطلع لنا فيها واخد بالك فنسأل الله أنه يسلمنا ويحسن نوايان شهيد الآخرة اللي هو عند الله شهيد مرتبته عند الله شهيد لكن في الدنيا مش ميت في معركة ميت بدأ في البط ميت بدأ طعون ميت بحرق ميت بغرق ميت بهدمة ميت أمرأة في النفاس بتاعها أو في أثناء ولادتها وضعها أو في أثناء حملها كل دول بيأخذوا درجة الشهيد في الآخرة واخد بالك في المطون والمطعون والغريق وصاحب الهد والمرأة التي تموت في جمع يعني في جمع يعني مجموع جنينها في بطنها يعني تموت وهي حامل أو تموت وهي التوضع أو تموت في نفسها كل دي تاخد درجة شهيد في الآخرة لكن في الدنيا نغسلها ونكفنها ونصلي عليه ميت إزاي؟ وكذلك اللي يموت بداء البطن يبقى برضو نغسله ونكفنه ونصلي عليه فما ديش أحكام الشهيد في الدنيا لكن دي حكم الشهيد في الآخرة إذا كان برضو في مرضه محتسبا برضو تعتمد على الحكاية فيه شهيد بقى الدنيا والآخرة اللي هو نيته خالصة لله واخد بارك بقى الشهيد في الآخرة وفي نفس الوقت تميت في حرب أعداء يبقى بل اسمه شهيد الدنيا وأخرى ومدام ما نعرفوش الوقت في زماننا دا نعرفه أيام النبي بس إنما الوقت ما نعرفوش نعرفه يوم الإيامة صح ها؟ آه مثلا لكن ما نقدرش نجزم لأن نستطيع الجزم ليه؟ لغياب الوحي لأنه غاب عنا الوحي آه لا 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 اللي بيموتوا في قتال البغاة قتل البغاة يعني مسلمين بيدربوا ببعض أكيد فيها طائفة منها بغية على الأخرى والوقان كان الوقت اختلط الحق بالباطل ما تعرفش مين اللي باغي ومين اللي مش باغي الله أعلم بسبب اختلط الظلم وانتشار وتفشيه فدول ما نقدرش نعليهم شهداء ما نقدرش نعليهم شهداء ولا نعاملهم معاملة الشهيد يعني نخدهم نغسلهم ونكفلهم ونصليهم واضح؟ خلاص برد لو السم يعني مات بسم زعافي يعني في الحال مات في وسط الأقدام الناس يبقى خلاص سنعاملهم معاملة شهيد المعرك لكن لو مات بسم تجرعه ثم مات بعدها بعدة أيام يبقى سيموت وهو مريض مش جريه يبقى هو شهيد عند الله آه شهيد أخر لكن عندنا نغسله ونكفله ونصليه عشان كده يقولك الموت إلا في الشهيد فلا يجب غسله وتعبى عندنا الشهيد اللي هو شهيد الدنيا اللي هو له حكم الشهيد في الدنيا وثلاثة تختص بها النساء وهي الحيض والنفاس والولادة الحيض إيه هو تعريف الحيض هو الدم الخارج من أمرأة أمرأة بلغت تسع سنين وهو طبعا نحن قرأوا الخارج من فرج المرأة بلغت تسع سنين يعني لو كان قبل تسع سنين ما يعتبر شهيد يبقى الاستحارة دم مرض لابقى لازم يكون دم خرج من امرأة بلغت تسع سنين على الأقل وخرج من فرجها عشان نلدع لي حيضا وأنه يستمر يوم وليل على الأقل لأن الحيض لا يكون أقل من يوم وليل وأن لا يزين عن خمسة عشر يوم بهذه الشروط نحن نتكلم عن فكرة الشفائية لأن أقصى الحيض اختلف في بعض المزاب ألو 13 تيام في الشفائية ألو 15 تيام وهي الحيض أي الدم الخارج من امرأة بلغت تسع سنين والنفاس النفاس وهو الدم الخارج عقب الولادة أو السقط اسمه نفاس برد واحدة سقته جارات الثاني أو الثالث وسقت كتحامل وينزل عليه شوية الدم بعد السقط ليسموه برده ايه؟ نفاس يبقى النفاس وهو الدم الخارج عقب الولادة أو السقط فإنه موجب للغسل قطعا عند انقطاعه طبعا لازم نزود عند انقطاعه وأدنى النفاس لحظة وأقصى النفاس ستين يوما وغالبه أربعون يوما يبقى عندنا أدنى الحيد يوم وليلة وأقصى خمسة عشر يوما وأدنى النفاس لحظة وأقصى ستين وغالبه أربعين والولادة طب والولادة ما هو بيعقبها نفاس قال لك إن في بعض النساء ولادتهم جافة يولدوا بس كده وما ينزلش حاجة معه يبقى دول يجب عليهم الغسل لأن الجنين ده مني منعقد فكأنه خرج منها مني منعقد في صورة بشر لأن الجنين أصلا دعبار عن مني منعقد فإذا ولدت كأنه خرج منها مني ولكن مني منعقد يبقى وجب عليها الغسل إن لم يكن في معه رتوبة فإن كان معه رتوبة تنتظر حتى تجف هذه الرتوبة لأنها تبيعه نفاس عمليات القيصرية يعني ولد من غير المخرج المعتاد الراجح أنه يجب الغسل أيضا ولو لم يخرج من الفرج ولو خرج من البطن ده الراجح لأنه في وجه يقول لك لو كانت ولادة من غير الفرج واخد بقى لك لا يجب الغسل ده وجه ضعيف عند الشفعية بس وجه ضعيف واخد بقى لك لأنه قالوا أنه خروج المنية يكون المخرج لا أيوة لكن في رأي تاني على خروج المنية مطلقا زي ما قالك ولو انكسر صلبه يعني من مكان غير الذكر خالص وهب لك فيبقى الراجح حتى الولادة القيصرية توجي بالغسل بك طالما خرج منها المولود وأغلب النساء بيبقى معاها بعد الولادة يخش النفاس على طول فلما تنتهي من النساء ده غالب النساء قال إن ستنا فاطمة النبوية عليه السلام بنت نبينا صلى الله عليه وسلم سميت الزهراء لأنها كانت تلد وتغتسل وتصلي ولا يخرج منها شيء بعد الولادة وأخي قالك فسموها الزهراء لهذا فيبقى نادر يعني نادر من النساء اللي هو إيه يكون ولدته جافة والولادة المصحوبة بالبالة المجبة للغسل قطعا والمجرد عن البالة المجبة للغسل في الأصح مجبة للغسل في الأصح اللي هو إيه اللي هو وتفطر به المرأة بارك لو صائم خد بالك يعني هي لو صايمة وولدت قبل المغرب اليوم ده خلص ما تحسبش واضح لو في الصيام وكذا لو هي صائمة وخرج منها وبدأها الحيد قبل غروب الشمس بلحظة يبقى اليوم ده ما تحسبش هم؟ لا ولا تمسك ولا يجب علي الإمسك لكن يستحب لها أن إن أفطرت ألا تأكل أمام الناس أخي بأك بس يعني لا تجهر بفطري أيوة لكن لا يجب علي الإمسك يبقى احنا كده خلصنا تقريبا مجبات الغسل والحمد لله اللي هم إيه؟ التقاء الختنين اللي معبر عنه بالإلاج وخروج المني والموت ده اللي هو مشترك بين الرجال والنساء وبعدين الحيد والنكاس والولادة جل الستة المشاهدة فصل وفرائد الغسل يعني إيه هي وأركان الغسل أو فرائد الغسل الغسل فرائده سهلة ثلاثة أشياء النية وإزالة النجاسة وإيه؟ وتعميم البدن دي المال بس سؤال هذه واجبات الغسل يبقى النية ليه النية الغسل لرفع الحدث لرفع الجنابة أو لرفع حدث الحيضي أو حدث النفاسي النية وقولنا النية هنا تكون فرض الأغسال ما عدا الموت لأن الموت النية فيه مستحبة على الغاسل وإن كان غسل الميت وادي فيخرج منها غسل الميت يبقى وفرائد الغسل ثلاثة يعني فرائد الغسل اثنين في غسل الميت إيه زلت النجاسة وتعميم البدن بالماء لأن ما فيش نية واجبة في المسألة النية مستحبة في اللي بيغسله بس وفرائد الغسل ثلاثة فانا قول كده في غير غسل الميت النية وإيهز الخير أن كانت على بدنه وتعميم البدن بالماء وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة أما في غسل الميت ففرائدها اثنين إيهز الخير وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة نشوف كلام الشارح في الحتة فصل وفرائض الغسل ثلاثة أشياء أحدها النية فينوي الجنوب رفع الجناب أو الحدث الأكبر ونحو ذلك وتنوي الحائض أو النفساء رفع حدث الحيض أو النفاس وتكون النية مقرونة بأول الفرد إحنا قلنا النية لها وقت في الوضوء قلنا أول الفرد هو أول غسل الوقت أعلى الوقت لأن هذا أول الفرد في الوضوء الغسل النية تكون بمجرد لمس الماء أي جزء من عضو الإنسان واضح يبقى لأن هذا الفرد هو أول مكان يصل إليه الماء من بدن الإنسان بعد ما يكون أزال النجاسة أخذ بارك لأنه لو علي نجاسة يجب غسلة لإزالة النجاسة وغسلة لرفع الحدث واضح؟ أحدها النية فينوي الجنوب رفع الجنابة أو الحدث الأكبر ونحو ذلك أو تنوي الحائض أو النفساء رفع حدث الحائض أو النفاس وتكون النية مكرونة بأول الفرد وهو أول ما يغسل من أعلى البدن أو أسفله فلو نوى بعد غسل جزء واجب إعادته يعني لو نوى النية دي بعد ما غسل جزء يبقى وجب إعادة هذا الجزء غسل هذا الجزء لأنه غسله بغير نية مهوحين يقول يا جنابة يقول حدث أكبر أو هنا للتنويع أو هنا للتنويع وليس كل حدث أكبر جنابة لأن عندنا الحدث الأكبر قد يكون بخروج المنية والجنابة غالباً لا تطلق إلا على الجماعة واخد بالك لكن خروج المنية سموه حدث أكبر متقدرش تقول عليه يعني جنابة في الغالب وإن كان ممكن تطلقها على أساس أنه يتجنب سمي جنابة لأنه يتجنب قراءة القرآن ويتجنب الصلاة والطواف وغير ذلك والمكتب إلا سيدنا علي أجاز له النبي دون سائر الأمة أن يمكس في المسجد وهو جنوب النية فينوي الجنوب رفع الجنابة أو الحدث الأكبر ونحو ذلك وتنوي الحائض نحو ذلك زي إيه استبحت الصر هذه نحو ذلك نويت الغسل لإستباحة الصلاة لأنه لا تستباح الصلاة إلا برفع الحائض وكأنه أدرجه نويت الغسل للطواف نويت الغسل لمس المصحة إنوي كل دا يمشي وتنوي الحائض أو النفساء رفع حدث الحائض أو النفاس وتكون النية مكرونة بأول الفرد وهو أول ما يغسل من أعلى البدن أو أسفله فلو نوى بعد غسل جزء وجب إعادته وإزالة النجاسة إن كانت على بدنها أي المغتسل وهذا ما رجحه الرافعي وعليه فلا تكفي غسلة واحدة عن الحدث والنجاسة ورجح النووي الاكتفاء بغسلة واحدة عنهما عن الاثنين يعني ومحله ما إذا كانت النجاسة حكمية أما إذا كانت النجاسة عينية وجب غسلتان عندهما النجاسة الحكمية اللي هي النجاسة التي لا جرم لها لا جرم لها هذه النجاسة الحكمية أما إذا كانت النجاسة عينية يعني فيه أثر بول على جسده باين أو أثر دم على الجسد يباين دي نجاسة عينية وجب غسلتان عندهما غسلة لإزالة النجاسة العينية وغسلة لرفع الحدث عن الموضع لكن لو كانت النجاسة حكمية يبقى في الحالة دي يكفيه غسلة وحدة لإزالة النجاسة الحكمية ورفع الحدث في آن واحد نجاسة حكمية يعني يحكم بنجاستها لكن هي ليست نجاسة زي إيه يا سيدي ده ما ينفعش الدم لأنه له جرم النجاسة الحكمية كأن وقع عليه نجاسة لا لون لها ولا طعم ولا رائحة ولا جرم ها؟ لا ما هو دي برضو عينية عينية لعاب النجاسة الحكمية هي النجاسة التي لا جرملة زي بول قطع رائحته فهو لا يرى أثره لا يعرفش يشوف أثر واخد بالك يبقى مثل هذه الأشياء يعني لا يترك لا أثر لا لون ولا رائحة ولا جرم فأنت مش عارف تبص في جسدك كله ما تعرفش فين هي النجاسة واخد بالك إزاي لكن هي محكوم بالنجاسة لكن أنت مش قادر تدرك واخد بالك مش موجود أيما أيما في حد ذاته في حد ذاته لا الإلاج بغير إنزال ممكن لا يتعلق عليه لو تعلق عليه حاجة لها عين لو تعلق عليه حاجة لها عين زي يعني جزء من رتوبة فرج المرأة ومختلط بمن هيها فممكن لكن فرج المرأة رتوبة فرج المرأة في ذاته كده فحد ذاته ده طاهر اللي هو الإفراز العرقي اللي داخل فرج المرأة ده بيعتبروه طاهر وكد بالك ومحله إذا كانت النجاسة حكمية أما إذا كانت النجاسة شوف البيجوري كده عندك في الشرح مدي مثال لنجاسة حكمية في الحشية لو عندك الحشية بصني أما إذا كانت النجاسة عينية واجب غسلتان عندهما هي مكتوبة عندي عندهما عندهما اللهم إيه عند الرفع والنوو عندهما يعني عند الرفع وعند النوو لا بس انت عارف الموضع اللي وقعت فيه عارفه لكن انت مش شايف لها أصلا ها مداش أمثل خلق يبقى معناها نجاسة وقعت عليك لا لون لها ولا جرم ولا ولا أثر واخر بقى دي اسمها نجاسة حكمية وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة دي مهمة دي فبيقول هنا وفي بعض النسخ بدل جميع أصول يعني أصول الشعر بدل جميع الشعر إلى أصول الشعر والبشرة ولا فرق بين شعر الرأسي وغيره ولا بين الخفيف منه والكثيف بخلاف مثلا في الوضوء قلنا لو كان كثيف يبقى يسن التخليل ولا يجب إيصال الماء لكن في الوصل لا واجب إيصال الماء إلى جذور الشعر ولا بين الخفيف منه والكثيف والشعر الشعر المضفور إن لم يصل الماء إلى باطنه إلا بالنقد واجب نقده يعني لو الدفيرة متينة ومجدودة بحيث لما تيجي تغسلها وهو مضفور ما يخشش الماء لباطن الشعر يبقى واجب أفك الدفير لكن لو دفيرة معمولة مخلخلة يبقى لا يجب نفضها فإنها يصل إليه الماء ولا فرق بين شعر الرأسي وغيره ولا بين الخفيف منه والكثيف والشعر المضفور إن لم يصل الماء إلى باطنه إلا بالنقد واجب نقده والله تعالى أعلى وأعلم هنا بيقول إيه والمرد بالبشرة ظاهر الجلد يا المرد بالبشرة هنا ظاهر الجلد ويجب غسل ما ظاهر من سماخي الأذن اللي هو إيه سماخي الأذن اللي هو سوان الأذن ومن أنف مكدوع مقطوع يعني لو واحد مكدوع أنفه يبقى جزء الظاهر من الأنف ومن شقوق البدن لو فيه ندبات في البدن ندبات أو شقوق يسر الماء لباطن الشق زي السرة مثلا تعهد السرة والمواضع اللي هي المتنية في جسمه لو كانت خين الناس تخانت لقي جسم ممتني كده يبقى لازم برد والمرأة لازم ترفع ساديها والجيب المية تحت كل الحاجة يعني يعني يتعهد معاطن الجسد ومواضع الشقوق فيه ومواضع العكن يسموها إيه العكن دي اللي هي الحاجات اللي يمدلدلة يسموها العكن برضو يغسرها طبعا مش هي بشرة وإن المسهم الأول في الإزالة النجاسة وبعدين بعد كده يشتفهم بالماء وبعد كده يتوضع فإن لمسهم يبقى أن خلاص ما هو بعد كده ما يعمن بدنه بالماء رفع حدثه لأن الوضوء بتاع اللي في أول الغسل ده لا ينتقد واخد بالك لا ينتقد إذا كان في أول الغسل لأن الغسل اللي بيجي بعده بيرفع الحدثين واخد بالك فعلشان كده هو بيبدأ تمليه بغسل مذاكيره اللي هي موضع النجاسات المتعهدة فبيغسل مذاكيره في الأول ويفارجه وحلقة الدبر كمان واخد بالك كله يغسلها كله يسموها المسروبة يعني كمان لازم يسترخي شوية قليلا ويحزق حاجة بسيطة كده بحيث الجزء اللي يبان منه لما بيحزق ده يجب غسله لأنه يعتبر بالبشرة واخد بالك يخلص الحاجات دي كلها وبعدين يتوضأ وبعدين يعمل بدنه بالماء عن شان يراعي مستاذي لو مس فرجه بعد تعميم البدن بالماء واستوعب التعميم مواضع الوضوء يبقى لا يحتاج لإعادة الوضوء لكن لو مس فرجه وعمم البدن بالماء ما عدا جزء من مواضع الوضوء يبقى يجب غسل هذا الجزء واضح؟ ويجب غسل ما ظهر من سمخي أذنيه ومن أنف المجدوع ومن شقوق بدن ويجب إيصال الماء إلى ما تحت القلفة من الأقلف الأقلف اللي هو الغير متختن جغط المصيرين يومش متطاهر يعني بتبقى عنده غلاف مغطي حشفة ذكر وفيه يجب هذا الرجل أنه هو يرجع هذه الحشفة ويغسل تحته وإلى ما يبدو من فرج المرأة عند قعودها لقضاء الحاجة يبقى لازج من برده لأن ده من البشرة يبقى المرأة تعود على رفسها يوم بيبان جزء من فرجها ويعد على رفسها يبقى ده برده يجب إيصال الماء إليه لأنه ده جزء من البشرة ومما يجب غسله المسروبة المسروبة اللي هي إيه اللي هي الجزء اللي من الدبر اللي بينزل عندما إيه الإنسان يقضي حاجته يبقى ده يجب غسل المسروبة لأنها تظهر في وقت قضاء الحاجة فتصير من ظاهر البدن وسننه أي الغسل خمسة أشياء طبعا أكثر من خمسة بس هو هنا من باب الاختصار التسمية التسمية قبله أو أثناءه وليست بعده كما في الولو التسمية والوضوء كاملا قبله وينوي به المغتسل سنة الغسل إن تجردت جنابته عن الحدث الأصغر وإلا نوى الأصغر معه رفع الحدث الأكبر والأصغر الوضوء قبله وينوي به المغتسل سنة الغسل إن تجردت جنابته عن الحدث الأصغر وإلا نوى الأصغر وأنا أنصح بالوضوء بعده واضح لأنه ممكن الإنسان أثناء الغسل يلمي الزاكره تاني أو شيء من هذا أو يخرج منه ريح أو يعمل أي ناقر من النواقف فيخلي الغسل في الآخر والوضوء يعني يخليه في الآخر وإمرار اليد على ما وصلت إليه من الجسد اللي هي الدلك يبقى كمان من السنن الدلك خلافاً للملكية عندهم الدلك واجب وعند الحنابلة عندهم الوضوء للغسل من الجنابة يجب فيه المضمضة والاستنشاق يجب فيه المضمضة والاستنشاق لكن عند الشفعية المضمضة والاستنشاق سنة من سنن الغسل وهي بتكون مع الوضوء اللي بيعمله وإمرار اليد على ما وصلت إليه من الجسد ويعبر عنه هذا الإمرار بالدلك فيه وجهة عند الشفعية يقول لك إمرار السنة إمرار اليد على كل الجسد لكي يؤدي سنة الدلك وبالتالي الأجزاء التي لا يطلها يستحب الاستعانة بشيء يطل زي عصاية زي حاجة زي المنشفة يعملها كده علشان يوصل وفيه وجهة تانية يقول لك بقدر ما تصل إليه ليده خلال والباقي يكفي جرايين الماء عليك وإمرار اليد على ما وصلت إليه من الجسد ويعبر عن هذا الإمرار بالدلك والمؤلاء يبقى كله وراء بعضه يعني لا يجف الأعضاء قبل غسل باقي الأعضاء في حد المؤلاء والمؤلاء وسبق معناها في الوضوء اللي يقل لا يجف الأعضاء المغسولة قبل غسل باقي الأعضاء طبعا فيه سنة تانية كتير لأن هنا أي الخمسة وتقديم اليمنى على اليسر يقدم الجزء الأيمن اليد اليمنى على اليد اليسر والقدم اليمنى على القدم اليسر فيه حاجات تانية زي التوجه للقبلة وزي مثلا تخليل الأصابع وتخليل الشعر ما هو دخل في الدلك دخل في الدلك والتسليس تسليس الغسلات تعملها ثلاثة وكذلك في الوصل بغير إسراف مع عدم الإسراف وطبعا من ضمن السنن برضو أنك أنت يعني فيه أداب معاها ألا تصرف ألا تزيد عن الثلاث بايس وألا يكون الماء شديد السخونة أو شديد البرودة كل دي أداب لماذا؟ هي تعمل شعرك كده وبعد أن تنزل إيدك وانت تعمل كده نزل إيدك وانت تعمل كده نزل إيدك وكده هذه ثلاثة هنا هو وتعمل كده ما هو الماء نزلة مجرد أنك عملت إيدك كده مرتين ثلاثة ابيتك ثلاثة مرة لو كنت بالكوس سهلة هتعد بالكوس لكن بالدوش هتعد بأيديك لكن الكوس طريقة سهلة هتكوب شوية وتريقة الغسل بالكوس دي مهمة لطيفة لأنها بتعلمك الأول عدم الإسراف بتعلمك الأول عدم الإسراف يعني الرسول كان يتوضع بمد ويغتسل مثلا بالصع يعني يتوضع بالمد ويغسله الصع الصع يعني أربع أمدود يعني تقريبا تلاتة لتر يغتسل بثلاثة لتر ويتوضى بحوالي 750 سنتي يعني لتر الله رب ودوء النبي صلى الله عليه وسلم يعني الكوباة مثلا يغتسل بيه نحن بقى نغتسل بنهر النيل فنحاول نقلل شوية الإسراف آه طبعا بصل والاغتسالات المسنونة سبعة عشر غسلا طبعا يكتر من سبعة عشر لكن هنا احنا قلنا المقصد هنا بيقول ايه وتقديم اليمنى من شقيه على اليسرى وبقي من صنع الغسل أمور مذكورة في المبسوطات من التسليث وتخليل الشعب ويسألهم وهنا زي ما قلت لك استقبال القبلة ومنها أداب عدم الإسراف في الماء وعدم الزيارة عن الثلاس ومنها ومنها عدم التعرض للماء شديد البرودة وشديد السخونة كل الحاجات دي أداب علشان ما يؤذيش نفسه بصل في الاغتسالات المسنونة والاغتسالات المسنونة سبعة عشر غسلا غسل الجمعة ده أولاها ابتدى بيلا هو أولاها للاختلاف في وجوبه غسل الجمعة للاختلاف في وجوبه بدأ به وغسل الجمعة لحاضرها لمن يريد أن يصلي الجمعة ولو لم تجب عليه الجمعة يعني الجمعة غير واجبة على المرأة فلو أرادت أن تصلي الجمعة يبقى يستحب لها أن تغتسل غسل الجمعة غير واجب على المسافر فلو أراد أن يصلي جمعة وهو مسافر يغتسل واضح يبقى لمن يحضر الجمعة وبالتالي يبقى غسل الجمعة يدخل وقته من طلوع الفجر إلى حضور الصلاة فإذا انقضت الصلاة انقضى وقت غسل الجمعة ما يجيش بعد العصر يغتسل أو بعد انقضاء صلاة الجمعة يغتسل ويبقى تخلص الغسل الجمعة خلاص فاتوق بخلاف غسل العيد يعني غسل العيد مثلا يدخل من نص الليل وينتهي مع غروب الشمس لأن الغسل في العيد غرض العيد لزينة العيد للزينة لله واضح فيستمر مدته لحد غروب الشمس ما يدورش ولو أجنب لا يعيد غسل الجمعة لكن يغتسل للجنابة يعني يفرد اغتسل بعد الفجر للجمعة ثم أجنب أو أحدثة لا يجب عليه إعادة الغسل للجمعة ولكن فقط يغتسل لرفع الجنابة أو يتوضأ لرفع الحدث الأزر وأفضل غسل الجمعة أن يكون قبل الذهاب للمسجل هذا الأفضل أفضل حالة فيه عشان هو أصلا من أجل حضور الجماعة فلا يتأذى الناس برائحة بعضهم طبعا بنية واحدة يجوز ادخالهما معه يجوز بل يستحب آه بيخش مع بعض يعني يقول نوقيت الغسل لرفع الجنابة وللجمعة بايز غسل الجمعة لحاضرها ووقته من الفجر الصادق الفجر الصادق اللي هو الفجر اللي احنا بنصلي بعده لأن فيه طبعا فجر كاذب اللي هو بيبقى فيه التواشيح والحاجات دي والأزان الأول فده لسه ما دخلش الفجر وغسل العيدين هو كان حق يحط بعد غسل الجمعة على طول غسل من غسل الميت ده أوجب الأغسال من حيث السنة يعني أولى الغسال من حيث السنية بعد غسل الجمعة من حيث السنة يعني غسل من غسل الميت فلو رتبها بالترتيب ده كان يبقى ترتيب الأفضليات يبقى غسل الجمعة بعده غسل من غسل الميت وبعد كده غسل اللي بعيدين وبعدين سائر الأغسال أيها ما احنا بنقوله يستحب ما احنا بنقوله الأغسال مسنونة احنا بنقول ايه الأغسال المسنونة ويسن خلاص الوضو والبني آدم السريع ده لعلمك يغتسل بنفس سرعة الوضو مستريع بالخرطوم فيه حاجة اسمها غسل بالخرطوم جربتوش ده طيب خلاص سهلا بتخشت دورة المية العادي وعندك الخرطوم وعندك الكوز وشغلت كوب كبتين منتين تروح لبس يدومك وطال جميلة جميلة ما حتنشفك مش شرط تتغير الملابس يعني شرط تتغير الملابس والارتسالات المسنونة سبعة عشر غسلا غسل الجمعة لحاضرها ووقته من الفجر الصادق وغسل العيدين الفطر والأضحى ويدخل وقت هذا الغسل بنصف الليلة من منتصف الليلة من منتصف ليلة العيد أصلحنا عندنا التوقيت الإسلامي القمري الليل يسبق النهار والتوقيت الشمسي النهار يسبق لي فتوقيت المسلمين عموما تلاقي الليلة تيجي قبل النهار فعلشان كده احنا بنقول إيه ليلة العيد بتبقى أول ما يقولك العيد بكرة وتصلي المغرب بقى يدي ليلة العيد مع أن لسه نهار العيد ما جايش لأن احنا عند المسلمين الليل يأتي قبل النهار لأنه مرتبط بالقمر دخول الشهر دخول الشهر بالقمر والقمر يظهر في الليل يبقى الليل يسبق النهار عند المسلمين التوقيت الهلالي القمري إنما في التوقيت الشمسي مختلف واضح وغسل العيدين الفطر والأضحى ويدخل وقت هذا الغسل بنصف الليل والاستسقاء أي طلب السقية من الله ليصلت الاستسقاء يسنن Александre يختصل قبل ما يصل على صلات العيد والخصوف للقمر صلات الخصوف تبقى تملي ليلية وتبقى من أجل القمر والكصوف تملي نهارية وتبقى من أجل الشمس وده اصطلح فقهة عند الفقهاة إن الخصوف يطلقوه على القمر والكصوف يطلقوه على الشمس وإن كان من حيث اللغة فالكصوف والخصوف مترادفان للشمس والقمر أنا ممكن تقول كسف القمر وتقول خسف القمر ممكن تقول خسفة الشمس أو كسفة الشمس ده من حيث اللغة لكن الفقهاء حبوا يميزوا قال لك الخصوف خلي للقمر وخلي الكسوف للشمس والغسل من أجل غسل الميت طبعا إحنا من حيث ترتيب الأفضلية كان حق يحطه ده بعد غسل الجمع والغسل من أجل غسل الميت مسلما كان أو كافرا يعني سواء غسل الميت كافر أو غسل الميت مسلم برضو يغتسل لأنه يقال أن لمس بدن الميت بيعمل ضعف بالإنسان يقوم يعالج هذا الضعف بأنه ينشئ نشاط في جسده بالغسل واخد بالك لأنه مس جسد الميت عموما يعني حتى اللي هو مش متعود للحكارة يمي يجي يغسل الميت يعود له بتاع شهر كده عنده زهد من الدنيا يعني يبقى عنده كده يعني ياريت الناس اللي مقبلة على الدنيا ديه يشتغلوا حانوتية ويقعدوا يغسلوا ميتين كل يوم حد ما الدنيا ديه ترخصها في قلوبهم يعني لكن عموما بتورس ضعف عموما أنك أنت تغسل وتباشر جسد الميت دي في الإنسان معتدل الفطرة فبتؤثر فيه عزة شديدة بدنه فبتضعفه يعني يسن الغسل لإيه لتنشيط هذا البدن والغسل من أجل غسل الميت مسلما كان أو كافرا وغسل الكافر إذا أسلم طبعا الكافر لو أسلم ولم يصبه جناب قبل إسلامه يبقى يستحب له الغسل لكن لو أصبته جناب قبل إسلامه واجب له الغسل لأنه دخل في الإسلام جنبه وضعه وغسل الكافر إذا أسلم إن لم يجنب فيه كفره أو لم تحد الكافر وإلا وجب الغسل بعد الإسلام في الأصح لأنه في وجه تاني ضعيف مقابل للأصح أنه لا يجب لأن الإسلام يهدي المكان قبل بيبقى يتوده على طول واضح؟ وقيل يسقط إذا أسلم يعني تسقط الجنب إذا أسلم افرد إن كنت غسلته من باب إكرام الميت افرد إن تغسلته لكن ما يجبش لكن افرد غسلته وصاك يا أخي واحد متزوج مرأة غير مسلمة ومن كتر عشرتها للمسلمين وصت جزها أن يغسلها بعد ما تموت وغسلها ده وارد أو مش وارد من باب حسن العشرة فإذا حصل يبقى يعني إيه يستحب له أنه يغسل لكن هما الكفار ما عندهمش حاجة اسمها يغسل ميته ما عندهمش الحاجة لكن عند المسلمين من باب إكرام الإنسان والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق واحد يصيب بجنون فأفاق من جنونه يستحب له أن يغتسل والمغمى عليه برضو واحد أصابه غيبوبة أو إغماء فأفاق يستحب له أن يغتسل فإن أنزل أثناء جنونه أو إغمائه واجب الغسل للإنزال ولم يتحقق منهما إنزال فإن تحقق منهما إنزال واجب الغسل على كل منهما للإنزال والغسل عند إرادة الإحرام يسمى غسل الإحرام لما تيجي تحرم بحج أو عمره كل الناس يقول لك إغتسل ويلبس الإزارة ماذا كده برضو؟ لبقى الغسل ده اسمه غسل إحرام حتى الحائط تغتسل إن أرادت أن تحرم والنفساء تغتسل إن أرادت أن تحرم وإن كانت هي ممنوعة من الطواف فترة حيضها لكن لا يمنعها من الإحرام واضح؟ والغسل عند إرادة الإحرام ولا فرق في هذا الغسل بين بالغ وغيره ولا بين مجنون وعاقل ولا بين طاهر وحائد فإن لم يجد المحرم الماء اللي يحل محل المية التراب يبقى تيمم واضح؟ فإن لم يجد المحرم الماء تيممها والغسل لدخول مكة لمحرم بحج أو عمره يبقى أول ما يقول لك أنت دخلت مكة أو على مشارف مكة وبتنزل بالأوتوبيس كده عند بتوع الجوازات تملي يراجعوا الجوازات ويقفوا الأوتوبيس تبقى على مشارف مكة تبقى فيه دورة مية واختصف بدخول مكة أنا أعملها دي كثير وقف بقى ناس كثير ما يعرفوه إلقوني اغتسلت وستحميت وتلعت الأوتوبيس إيه يا عم الشيخ؟ نعم البصل لدخول مكة واخت بقى لأن تملي بتلاقي على مشارف مكة فيه محطة تفويج بيقفوا الأوتوبيسات يطلعوا على التأشيرات ويطلعوا على المتاعات ويقف بقى ويقفوا كل حاجة الحمد لله أن الأمور ميسرة لك فما تنساش مثل هذه الأغسل الجميلة وكذلك عند دخول مدينة النبي مدينة النبوية الشريف مدينة المنورة لأنها حرامين لأن عندنا حرم المكة والحرم النبوي الرسول صلى الله عليه وسلم في إن المدينة قال اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة وأشد وإخذ بالك والحرم المدينة سيدنا إبراهيم لكن نسبت تحريم المكة اللي حرم مكة بالسيدنا إبراهيم لكن النبي نسبت تحريم مكة لسيدنا إبراهيم لأنه أشهرها أشهرها وأعلنها لكن النبي أنشأها وإذا يبين لك مزية النبي على سائر الأنبياء أن النبي ينشئ أحكاما وباقي الأنبياء يظهر أحكاما ونبينا له أن ينشئ الأحكام صلى الله عليه وسلم ودي مزية خاصة بالنبي من خصائصه ولم ينوه علي كثير من الفقهاء والغسل لدخول مكة لمحرم بحج نعم هل تعرفت أن هناك غسل لدخول مكة والأوتوبيس موقفش؟ أتيامم أرض الأوتوبيس في أطراب أتيامم لدخول مكة تضرب ضربة وتمسح وجهك تقول نويته تتيامم لدخول مكة وكذلك تضرب ضربة وتمسح وجهك ودربة ثانية وتمسح الكفين الزراعين سهلا يعني وكذلك للوقوف بعرفة في تاسع ذي الحج في غسل الوقوف بعرفة برضي واستحب أنت بتوصل عرفة طمعا حرقا وعرقت وكذلك بالذات اللي بيخدها ماشي زي حالتي وده أفضل لأن اللي بيركبله وتمسات بيتعذبه الزراع اللي بيمشي هو اللي بيطمئن ويوصل مستريح ويبقى مبسوط عشان كده أنا أفضل أن اللي يحج يحج هو شاب يعرف يمشي ويبتع ما يستنشه ويبقى على كرسي بعجل ويقول لك عايز حج هيتعب يبقى إيه واللوقوف بعرفة الحمد لله دورات المية هناك متوفرة في كل حتة والمية كتير فقام تبع على مشارف عرفة تخش أي دورة مياه وتطب شوية مية عليك بنية إيه الدخول الوقوف لعرفة وكذلك المبيت المزدالفة يعني بعد عرفة وكذلك لرمي الجمار كل يوم لها غسل وانت رايح على رمي الجمارات تغتسل في المخيم بتاعك وتروع على رمي الجمار بايز ولرمي الجمار الثلاث في أيام التشريك الثلاث فيغتسل لرمي كل يوم منها غسلا وأما رمي جمرة العقبة يوم النحر بلا يغتسل له لقرب زمنه من غسل الوقوف هو حق أول من غسل مبيت المزدالفة نهمت إزاي؟ بلا يغتسل لقرب زمنه من غسل المبيت في مزدالفة لأنه ده كان بعد الوقوف والغسل للطواف عندنا الطواف ثلاث طوافات يستنى فيها الغسل الثلاث أطواف الطواف أنواع كتيرة عندنا أنواع الطواف إيه؟ عندنا طواف العمرة وعندنا طواف القدوم وعندنا طواف الإفادة بالحج وعندنا طواف الوداع وعندنا طواف التطوع وعندنا طواف النزر يبقى عندنا ستة أنواع طواف وفيه عندنا كمان طواف التحية تحية المسجد يبقى سبع أنواع طواف الغسل يستحب لثلاث أنواع بس من الطوافات السبعة دي الغسل يستحب في ثلاثة أنواع من الطوافات دي اللي هو غسل طواف الإفادة وطواف القدوم للمفرد أو القارن يبقى ليه طواف قدوم لكن المتمتع مالوش طواف قدوم لأنه طواف وطواف عمره ده المتمتع طواف القدوم سنة وطواف الإفادة واجب وطواف الوداع مختلفة في وجوبه وجهان وجه أنه واجب ووجه أنه سنة عند الشفاء يبقى عندنا طواف الإفادة واجب بالإجماع طواف القدوم سنة بالإجماع طواف الوداع اختلف في وجوبه أو سنهته في قول قال أنه واجب وقول أنه سنة الثلاثة دول هم اللي يسن الغسل ليهم الثلاثة نواع دول طواف القدوم طواف الإفادة وطواف الوداع لا واجب عند الشفعية قول إنه واجب وقول تاني أنه سنة هذا بيكلم عن طواف الوداع فالوداع عند الشفعية في وجهان علشان كده عندنا في المذهب يقول لك إن فاتك طواف الوداع استحب دم للخلاف في وجوبه واخد بالك يستحب الدم لمن فاته طواف الوداع للخلاف في وجوبه واضح؟ لكن طواف الوداع سنة عند باقي المذاهن أظن كده عند الحناف والأحناف كمان عنده متعلق بس بإيه الحج متعلق بإيه الحج فقط لكن عند الشفعية طواف الوداع المفارق لمك سواء كان في حج أو في عمرة أو حتى لصفر وهو من أهل مك يتوف طواف الوداع واضح؟ أيه تمام وبقية الأرسال المسنونة مذكورة في المطولات زي مثلا الغسل لكل ليلة من رمضان ده غسل مشهور معروف يغتسل لكل ليلة من رمضان يعني بعد غروب الشمس هو نزل كده حيصلي العشاء والترويح يخش يغتسل لهذه الليلة من رمضان فده دي سنة جميلة يواظب عليها لطيفة تنشطه وتضيع أثر الخمول اللي أصابه بعد الأكل فيروح على صلاة الترويح نشط يوم ييجي بمسجد الأشراف يصلي معنا للفجر يبقى فايا نحن نصلي للفجر على فشان نكون خلصنا جزء كبير يعني لا ما يجرى شيء يبقى عندنا الغسل ايه؟ لكل ليلة من رمضان دي من ضمن الأغسل المسنونة أيضا غير مشهورة والغسل لكل مجمع شريف يعني مثلا ايه؟ عامل انت جمع كده حتختم القرآن يوم تغتسل عامل جمع كده حتقرأ صحيح البخاري يوم تغتسل هتحضر مجمع في جمع من العلماء الصلاحيين هتروح تقابله يسنك تغتسل يبقى الغسل لكل مجمع شريف يسنك دي وعند ختم القرآن وبقيت الأغسل المسنونة مذكورة في المطولات والله تعالى أعلى وأعلم وقال لك من يسني الاغتسل مثلا الاعتكاف يعني حتيبدأ الاعتكاف فتغتسل ففيه أغسل مسنونة كثيرة يعني والله تعالى أعلى وأعلم هذه أسئلة متعلقة بالموضوع أيضا بس أنت هنا بتنوي الغسل والوضوء مندرج فيه والنية في الغسل واجب وقت بالك الوضوء ده من حيث الأعمال لكن أنت أصلا من حيث الأعمال بتعمل أعمال وضوء لكن أنت من حيث النية أنت نوي الغسل كده برده فبيبقى درجة فيها فأصبح واجبا لا لا مش محتاجه أنت مش محتاجه هو هنا يجب النية قبل الوضوء قبل الغسل لاندراج أعضاء الوضوء اللي أنت بتعملها لإزالة الحدثين في وقت واحد أيضا لا أنت السنة أنك بتتوضى قبل ما تغتسل ما هو ده جزء من الغسل ده جزء من أعمال الغسل ما هو أنت الوقت كل جزء بتغسله في الوضوء ده بتتشل منه الحدثين يبقى طهر الحدثين من أعضاء الوضوء بعد كده بقي جسمك لا أنت ما بتتوضاش للغسل إلا بعد إزالة النجاسة كده بره مهودة ترتيب كده مثل أول بتبدأ بغسل النجاسة فيه حاجة اسمها المسألة الدقيقة وفيه دقيقة الدقيقة أيها الشيخ البيجوري في الحشي الدقيقة أنك أنت ما تنويش رفع الحدث من يدك عند غسل المسروبة اللي الجزء اللي نازل من حلقة الدبر علشان حيبقى فيه حدث الوضوء موجود بلمس حلقة الدبر فتنوي بعد ما تكون غسلت المسروبة تنوي الوضوء دي اسمها المسألة الدقيقة فأخذ بالك يعني فيه حاجات بعد الدقائق في المزا ما نمردتش يعني أتعبكم وأحكي ألكم أيها لا أما توصل عرفة أنت بتوصل عرفة قبل الدهر والوقوف بعرفة بيه بعد صلاة الدهر والعصر كده فتروح داخل أنت بتتوضى عصرا عشان تحدث صلاة الدهر والعصر فخليها مع الوضوء ده غسل سهلا احتراجه 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 ما هو المحرم بقى بيصب المية كده ويخلل بصوابعه وما يستعملش المشن لو كن عارف ان هو حتى ما بيخلل بصوابعه وكده ويطلع شعر يبقى يصب المية بس كده كله أنا على حسب طريق شعر أنا شعري الحمد لله لو عملت حتى كده ما بيطلعش منه حاجة ما أخذ بالك فيه نسكت ها احكي يشطفه يعني في الامز فرج ابنه يبقى يتوضى برب يا امه يلبس جوانتي يلبس جوانتي يلبس جوانتي ساعتها وضوء يفضل سليم ولو رقيك شفاف عارف الجوانتيات الورقة دي شفافة يبقى يحط عنده كم جوانتي كده وبتاع بحس يبقى يلبسه يشطف ابنه او يديها لمراته كمان وهي بتتعامل مع الابن ده انضف ليها وتحفظ وضوها اذا سقطت بنفسها بغير مبالغة لا شيء عليه لو تعمد يبقى عليه لو تلت شعرات فما زاده يبقى عليه بدية من صيام او صدقة او نسك دم تخيير يسمون دم تخيير يسمون ثلاثة ايام يدبح او خروف ياما يطعم ست مسكين كل مسكين نصف صاعة يعني كيلو ونص قبل ان يغتسل يومي لما يغسلها يعني لا 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 قال هالإمام الغزالي في الإحياء ما وفقوش العلمة لا خلاص قال هالإمام الغزالي يقولك علشان بتبعث يوم القيامة عليها الجنابة وليس وفقوش العلمة ما قلنهاش عشان كده عشان ما تبقاش يوم القيامة تيجيلو عليها جنابة هل لديك أقوال أخرى أي طب اسمها قتال قتال بغاية أي الاتنين ناخدهم ونصلي عليهم ونغسلهم ونكفلهم ونقول الله اللهم نغفر لهم ونرحمهم ونحطهم قدامنا ما قدام بعض كده وهم كانوا مسكين السفولي بعض ونقضهم كده وندفنهم في مقابر المسلمين وحسبهم على الله لا من عرفش نقول عليهم شهيد لكن قد يكون أحدهما شهيد عند الله مات دون ماله مات دون عرضه كده إيه ولا مات عصابية من حرحش دخلنا قلبه دخلناش قلبه تين تين فأحنا لا نجزم بهذه المسألة احنا كل اللي حنعمله نصلي عليهم وندفنهم ونحتسبهم من دون الله هم في مشيئة الله يفعل ما يشاء فيهم واخدوا يقول نتمنى لهم المغفرة هذه الحكاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهدو على المغفرة أشهدو على المغفرة أشهدو على المغفرة وصلا لهم ومبارك على سيدنا محمد أشهدو على المغفرة أشهدو على المغفرة